موضوع يعتبر قلب الكتاب المقدس نتكلم عن هذا الموضوع لكن خليني أبتدي ببساطة لو حبينا نتكلم عن الله والحب إيه التعريف اللي ممكن التشخيص لهذه الفكرة في بداية هذه الحلقة الله شخص ولكل شخص يوجد صفات شخصية ولما نتكلم عن الحب الإلهي أو الحب اللي فيه الله هنا نتكلم عن الله نفسه كشخصية فيها صفة اسمها صفة الحب الحب هو الاحتياج الأساسي لكل كائن أدبي بمعنى لكل إنسان موجود على هذه الأرض يحتاج للحب لأن كل إنسان عنده فكر ومشاعر ويريد أن يكون عنده علاقة مع طرف آخر العلاقات لا تقوم إلا على الحب الأساس هو الحب لأن الحب يديني شعور بالأمان ويديني شعور كمان بالإيمة عشان كده هو إحنا مخلوقين على صورة الله وإذا كنا مخلوقين على صورة الله فالله الذي هو المحبة إحنا ما نقدرش نعيش بلا حب لأن صفة الله موجودة فينا لذلك يوجد فينا احتياج للحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر